الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نتابع مع بعض دراستنا في إنجيل القديس ماتة وإحنا وصلنا للإسعاح 28 عنا نخلص الإنجيل النهاردة إن شاء الله خدنا المرة اللي فاتت أول عشر آيات ونبتدي النهاردة من الآية رقم 11 قبل ما نبتدي في الآية رقم 11 إحنا كنا سألنا سؤال المرة اللي فاتت ليه ربنا يسوع قال أنتوا تروحوا الجليل وأنا هزهر لكم في الجليل قال لهم يسوع لا تخاف اذهب قولة لإخوتي اللي بيكلم مريم المجدلية ومريم الأخرى أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يروناني زي ما أنتوا كنتوا بتقولوا دلوقتي من شوية كده كنا بندرش إنه ممكن الجليل ده مكان البدايات مكان البدايات الجليل في الشمال واليهودية في الجنوب فدي البدايات الجليل هو البدايات يلا نرجع ثاني لأيام البدايات الحلوة بعد كل الأحداث والتر والتمسك بالحرفيات والتر والنفوذ وإساءة استخدام السلطة بالنسبة للرؤساء الكهنة والفرسيين أرشليم كان فيها مجموعة أمراض روحية فضيعة مع أن كان فيها الهجل والعبادة الحاجات دي كانت قليلة جدا في الجليل الجليل جوه هادي ناس بوسطة حتى بتوع اليهودية بيحتقروهم بيعتبروا بالنسبة لهم درجة تانية مع أن الناس الجليلين كانوا ناس طيبين متدينين يروحوا أرشليم ثلاث مرات في السنة في الأعياد يسفروا سفر ويرجعوا لكن حياتهم وأكل عيشهم إذا كانوا فلحين إذا كانوا صيادين فالجليل كانت فيها البدايات الهدية السلامية مع المسيح فهو عايز يخليهم يهدوا ويرجعوا للأيام الأولى اللي فيها المحبة الأولى واللي فيها تبعية رقينا الأولى علشان يعرف يتكلم معاه وشليم دياء وصغير وجوها صعب لكن الجليل واسعة وبلادها كتير وفيها حقول كتير وفيها هدوء فجوه مناسب حاجة تانية زي ما كنت يتقولي جو الجليل فيه جو التلمازة الأولى جو التلمازة الأولى اللي فيها الإنسان بيمشي وراء ربنا ويسمع لصوته فدي حاجة بقيت أساسية أنتوا هتشهدوا لي وتشهدوا لقيمتي لازم نرجع لروح التلمازة الأولى علشان هنتلمز ناس هنتلمز ناس حاجة كمان أن الجليل بيها التعليم معظم التعليم الهمة اللي السيد المسيح علمها في الموعزة على الجبل على البحيرة تعالوا نفتكر بقى نهدى شوية من الأحداث الفضيعة اللي حصلت ساعة الصليب والمؤمرات والدسائس والشر والتحريد على المسيح البار التحريد عنيف عليه ويخلوا الناس يتفعلهم فلوس عشان يقولوا اصلبوا اصلبوا بيلاطس الرجل الغريب بقى متعجب جدا يقولوا أي شر عمل أي شر عمل الهياج العنيف ده وهم يعني سيد المسيح حابب يبعدهم تماما عن الجودة لهم تعالوا معايا بقى نفتكر نفتكر احنا كنا بنقول ايه في الموعزة على الجبل نفتكر احنا كنا بنقول ايه على البحيرة والأمثال الجميلة والتعليم عن المحبة والتسامح ونحط الكنزنا في ملكوت السماوات وطوبة للودعاء وطوبة للمساكين بالروح وطوبة للرحماء وطوبة لكم اذا طردكم ومعيركم ولا تدينوا فلا تدين ويخفروا ويخفر لكم طبعا بعد ما وراهم نفسه مثال انه بيخفر بيسامح و بيحب أعداءه وبيطلب لهم المراحم يا فالجليل فيه بدايات التعليم الأولى تعالوا نفتكر تعالوا نهدى تعالوا نبتدي من جديد تلمزة من بمستوى تاني تعالوا نهدى ونفتكر مع بعض كل التعليم الحلوة اللي احنا اتعلمناها بقى سنين مع بعض نقطة كمان ان الجليل ده عشان فيه البدايات وكأن سيد المسيح عايز يقول لهم ايه يلا نراجع حسابتنا ونبتدي من جديد لان احنا تعثرنا في الطريقة فيه اللي أنكر وفيه اللي بعيد عننا خان وخالص وفيه اللي هرب وفيه اللي خاف مع ان المسيح قيل لهم قبل كده لا تخاف من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس عندهم ما يفعلونه اكثر خافوا يا عين خافوا خافوا هربوا وايل لهم ما نردش الشر بالشر باركوا لاعينيكم أحبوا اللي بيعاديكم حسين وإلى مبغضيكم شفنا بوتروس بيمسك سيف شفناش قبل كده ولا بعد كده دي دي أخطاء جسيمة مش أخطاء جسيمة يعني عشان مش بس عشان هيعملنا نفسه مشكلة وكانوا هيموتوه طبعا إن دول جنود جايين مدججين بالسلاح أنا يقتلوه لا مش بس عشان كده المشكلة الأكبر إنه هو نسي تعليم المسيح نسي في غمر الحماسة بتاعته عايزي بان إنه هو بيدافع عن المسيح خرج بره الوصية خرج بره الطريق الدايق خرج بره السلوكيات بتاعت ولاد ربنا فزي ما بيقولهم تعالوا بقى نرجع الجليل علشان خاطر ايه نعمل مراجع لحساباتنا وبداية جديدة ريسات ريسات يلا نبتدي عشان هنعمل من جديد بقى ريسات في جو هادي يلا يعني نرجع تاني ففكرة إنه هو هيظهر لهم في الجليل دي كان عايزهم كمان يعني يجيلهم في مكانهم دي نقطة كمان لطيفة إنه معظم التلاميذ كانوا عندهم بيوت يعني متزوجين لما كانوا رايحين أرشالين مع المسيح ممكن يكونوا سيبين أهليهم بالجليل قال لهم لا ارجعوا وانا هجيلكم حتى عندكم هنتقابل في الجليل ارجعوا لأن بعد كده هيستقروا في أرشالين هيستقروا في أرشالين وحتى بعد السعود فاكرين احنا في يوم ما المسيح صعد للسماء قال لهم لا تبرحوا أرشالين وصعد من جبل الزيتون اللي هو لازق في أرشالين شرء أرشالين على طول فا قال لهم كده قال لهم لا تبرح أرشالين حتى تلبسوا قوة من الأعادي وهستتعمدون بعد هذه الأيام ليس بقليل يعني ليس بكثير بعد هذه الأيام وفعلا بعد عشرة أيام حل عليهم الروح القدس دي كانت المعمودية بتاعت الكنيسة وبعدين قال لهم تكونوا لي شهودا في أرشالين واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض طبعا ده معناه ضمنيا إن المركز فين في أرشالين اللي انتوا هتنطلقوا منه وبعدين تكريزوا في كل أرشالين بعد كده اليهودية اللي هي المنطقة اللي حوالين وبعدين السامرة دي منطقة غريبة جدا منطقة بعيدة عن أرشالين خمسين كيلو مثلا شمال أرشالين أربعين خمسين كيلو شمال أرشالين منطقة ضخمة كلها جبال كده وبعدين إلى أقصى الأرض يقصد إنه هنخدم بقى بس المركز هيفضل في أرشالين وده اللي حصل فوجوده معهم في الجليل كانت فترة هدية يبتدوا فيها بداية جديدة ويتعزوا بإنهم يفتكروا كل تعليم المسيح الحلوى ويرجعوا نفسهم تاني ويزبطوا نفسهم ويعيدوا أن الشح القلب بمحبة ربنا تاني أن دي كانت أيام الحب الأولى اللي فيها التبعية للمسيح لما اتركوا كل شيء وتابعوه وشافوه كان بيعمل معجزات بالألاف بالألاف كل يوم يقول لك كانت الناس بتقع عليه لتلمسه وجميع الذين لمسوه وبرئه وفي كل مكان يروحوا يجبوله المعزبين بالأرواح النجس أو المرضى فكات الجليل ده المكان الأنسب أنه هو يظهر لهم فيه لكن ده مش معناه أن ده الوقت الوحيد أو ده الوضع الوحيد اللي هيظهر لهم فيه لأن احنا عارفين طبعا القديس متى انتقى بعض حاجات بسيطة خالص من أحداث القيامة وكلم كلام عام زي ما هنشوف كلم كلام عام ما ذكرش تفاصيل زي القديس لوأ لما ذكر تلميذي عمواز بالتفصيل حكى القصة بالتفصيل زي القديس يحنى لما ذكر مريم المجدلية بالتفصيل وذكر المعجزة بتاعت صد السمك الكتير بعد القيامة في الإصحاح 21 بالتفصيل لا القديس متى شرح كلام عمومي كلام عمومي فنشوف كده الأحداث مشيت ازاي وفيما هما ذاهبتان لأم مريم المجدلية ومريم أم عبو يوسي وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان فاكتمعوا مع الشيوخ رؤساء الكهنة اكتمع مع الشيوخ اللهم الكبر في السن المستشارين أو الكهنة وتشاوروا وأعطوا العسكر قضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم ده موقف حصل يوم قيامة المسيح يوم الحق جمع الرؤساء الكهنة والشيوخ الشعب الأول الكهنة دول يحاولوا يداروا على يعني ضعفهم وعلى تسمحوني في الكلمة يعني على خيبتهم يعني بعد كل اللي عملوا ده السيد المسيحي غلب الموت هزم الموت وقام من الأموت فبالنسبة لهم فيش يعني 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 خيبة أمل أكتر من كده عملوا كل اللي يقدروا عليه ظلم وتلفيق وافتراءات وشهدت زور ودفعوا فلوس ومع ذلك فشلوا فبيحاولوا يداروا على الفشل بتاعهم ده بس مش عارفين طب يعملوا إيه نشوه الحقيقة نشوه الحقيقة وننشر الأكاذيب سلوب الشيطان دايما مهزوم دايما مغلوب دايما لكنه لا يعترف في الهزيمة متكبر يشوه الحقيقة يقلب النتائج يحاول يلفق أي كلام فاضي وأي أكاذيب ينشرها وللأسف بيلاقي اللي يصدقوا بكل جيل مع الأسف يعني فيه ناس مش بتدور على الحقيقة فيه ناس مش بتفكر وبتشغل الوزنة اللي ربنا عطها لها دي لا يعني إيه كلام اللي بيقولوا دا طب تفتكروا إيه كلام اللي بيقولوا كلام ما يدخلش الدماغ طفل صغير كلام ركيب جدا اللي بينشروا دا عطوا لهم فلوس عطوا للجنود فلوس وهلولهم طبعا الجنود كانوا خايفين مش يعني المسيح قام ولا ما قامش هم خايفين أنه هم يتعرضوا للمسائلة ما لحنا قاعدين نحرس القبر والقبر دلوقتي يبقى فاضي يعني إيه حاجة فوق مستواهم حاجة فوق إمكانياته المسيح قام والحجر مقفول المسيح قام غصب عن عين أي حد لا قبر ولا صخرة ولا حراس ولا جنود ولا سلاح ربنا يسوع فوق مستوى كل دا قام من الأموات وداس الموت وغلب الموت وهم حسوا بالعجز وحسوا بالخيبة والفشل وأنه هم كانوا خايفين من المسائلة أنه هم يتسجنوا أو يروحوا محكمة عسكرية فراحوا أعطوهم إيه فضة كثيرة اللي هو الفلوس يعني علشان إيه يروحوا يكذبوا ولفقوا لهم قصة قالوا لهم تروحوا تقولوا القصة دي شيء صعب جدا لما يكون الناس بتوع ربنا بيكذبوا كل الشر دا يطلع من الناس بتوع ربنا رأسا الكهنة المعلمين بتوع الشعر يكونوا بيكذبوا وبيلفقوا وبينشروا أكذيب حاجة غريبة جدا وبعدين رايحين يقولوا إيه قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام حاجة كلها مت يعني ما فيش كلمة فيها تنفعته بصح لو أنت نايمين وما أنت حراس إزاي طب لو أنت نايمين عرفتوا إزاي إن اللجوم هما تلاميذوا يعني وإيه مصلحة ناس إنها تسرق جسد حتى وصرقوه ليلا وش عرفكم هما جوم إمتى وإن أنت كنت بتعملوا إيه فشهادة الكذب دايما الكذب الناس اللي بتنشروا لك كذب دي شهادة ضدهم دايما الكذب شهادة ضد الإنسان دايما الكذب يقلل من قيمة الإنسان لكن استخدام أسلوب الأموال التمويل بأي طريقة ما التمويل النهاردة مش لازم يعني فلوس ممكن يعني أنا هعمل لك كذا فأنت تسمع كلام وتنشر اللي أنا بقول أنا هتدي لك كرامة معينة وهتدي لك سلطة علشان خاطر تهاجم فلان أو تكذب أو استخدام أسلوب يعني أسلوب استخدام المال لتشويه الحقيقة ما زال مستخدم لحد النهاردة لتشويه الحقيقة ونشر الأكذب أسلوب شطاني طب أسلوب شائع حتى الآن هتلاقوا في السياسة موجودة هتلاقوا في أحيانا عيد عننا في وسط العائلات إلى إيه ناس بتتكلم كلام وحش على ناس وتنشر أكذب لتشويه الحقيقة ليه كذا ليه طيب سيدنا البابا شنودة وهو في بيتأمل في وسيط لا تقتل كاننا عامل كده كتاب لطيف فيقول فيه أنواع من القتل مش بس القتل يعني الدبح ولا الرجل فيه قتل سماء القتل الأدبي إن أنا لما أنشر شائعات خطيئة عن شخص ده الإنجلي بيقول المحبة تستر كثرة من الخطايا يعني لو أنا حتى عارف إن فلان ده يعني متمادي في الخطيئة وفي النجاسات المحبة تستر كثرة من الخطايا لا لا تتلاقي حد بيفتري وبيظلم وبيطلع إشاعات وبيحاول يشوه سورة فلان أو ده يسموه القتل الأدبي حاول يشوه سومعة فلان حاول يلبس فلان كميات من التهم وهكذا فاستخدام الأسلوب ده ده أسلوب شيطاني ومنتشر منتشر ولا ده ربنا ما يعرفوش غير إنهم يقولوا كلمة الحق لأنه هم أتباع المسيح اللي قيل عنه إنه يخرج الحق إلى النصرة يخرج الحق إلى النصرة فولاد ربنا كده يشهدوا للحق وينصروا الحق ما يعرفوش يجذبوا لو عطوهم أموال الدنيا دي ما يعرفوش يجذبوا يعني أنا برضو بمستغرب على الناس دي رأس الكلام بدل ما ينتبهوا لقطقهم ويرجعوا ويتوبوا ويؤمنوا بالمسيح الغلب الموت لا بيتمادوا الشر طب يتهزموا في الجولة دي لنحاول نداري عن الهزيمة بتاعتنا بأكاذيب لا إحنا انتصرنا إحنا ما تهزمناش إحنا انتصرنا موتناه سكنتوا موتوه هو داس الموت وقامه غلب الموت فيش عدوه أقوى من كده يبه هو ده مين يبه مين للأسف لم يبرروا الله ولم يؤمنوا بالمسيح القائم من الموت حاولوا يديروا على أخطأهم وعلى فشلهم بالكذب كلام غير منطقي طبعا يعني الأشيع ده لكن طبعا هما كان لهم النفوذ بتاعه النفوذ النفوذ ده اللي هو بيتقال عندنا في أمريكا في السياسة ليقولك لابي بيعمل مجموعة ضغط ده مش موجود عندنا في الكنيسة ولا ينبغي أن يكون أنه يبه فيه سياسات مجموعات ضغط كل ده شيء مخرب للكنيسة مخرب خدام ربنا لازم يكونوا فاهمين كده مدخلوش في الجو ده لا الحزب ده ولا ده ولا يعني الجبهة ضد ده الكلام ده ولا ده ربنا عارفين منهج الكليسة إحنا جسد واحد ما ينفعش عضو يتخانق مع عضو ما ينفعش مجموعة أعضاء تتخانق مع مجموعة أعضاء ولا تعمل جبهة ضد الأعضاء الآخرين إحنا كلنا جسد واحد وتسقينا بروح واحد لكن الأسلوب بقى تكوين الجبهات والأحزاب والحاجات دي دي موجودة في العالم موجودة في العالم كلها منصنعة عدو والخير عايز يقوي ده فوق ده عشان ده يتحدده وده يقول لا وأنا مش قليل وتقوم الصراعات وتشتعل الصراعات لكن لاد ربنا ما يدخلوش في الكلام ده خالص فراحوا قالوا إيه قالوا له ما تخافوش إحنا هنحميكم استغلوا ضعف الحراس دول ضعف موقفهم قصدي لأنه اللي كانوا بيحرسوا اختفى من قدامهم فهما استغلوا ضعف الموقف ده بأنه هما يورطوهم بأكاذيب ولله ما تخافوش إحنا هندافع عنكم الشيطان بيعمل كده يقوله ما تخافش بس يقول كده أنا هشوف لك مخرج أنا هدافع عنك اللي بيزرع شر هياخد شر اللي بيسمع كلام الشيطان هيموت هيموت مهما الشيطان قاله لا أنت موت مهما الشيطان يحاول يقنعه ويقوله ما تخافش مش هتموت أنا هحميك ده أنت هتبقى وحتبقى بس اعمل كده لا يا حبيبي ما يزرعه الإنسان إياه يحصد الله لا يشمخ عليه رسالة غلطة يا رسالة السادس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد اللي هيزرع شر هيحصد شر هيزرع كراهية هيحصد دمار لحياته اللي هيزرع كذب هيحصد خراب لحياته فمنسمعش كلام عدوه الخير ولا نسمع للمشورة الوحشة حتى لو جاية من حد يبدو في الصورة إنه هو صاحب منصب في الكنيسة لا لا خلي بالك ما يبقى الكلام باقي من أوله ده بيغريني أن أنا أجزب إحنا ما كناش نايمين أصلا وإحنا ما شفناش تلاميذوا اللي بيتكلموا عنهم دول أنتوا عارفيني عن القصة كذب طرف النظر جاي من مين بقى لا ما تمشيش في الكذب لكن الحاجة الغريبة يعني يقول لك شاعة هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم إلى هذا اليوم اللي هو بيكتب فيه قديس متى الإنجيل يعني بعدها بأكتر من 30 سنة والحد النهاردة كمان والحد النهاردة وإحنا في القرن الواحد وعشرين يا يعني ممكن الشيطان ينشر كذبة وتنتشر لقرون طويلة أيوة لأنه بيدعمها بطريقته بس بيدعمها عند الناس اللي هي إيه عقلها مش بتطلب الحقيقة من كل قلبها اللي بيطلب الحق ربنا بيكشف له النور وبينور له اللي مش بيطلب اهو يكرر زال بغبغان دول كذا ودول كذا اه راحوا كذبين التلاميذ بيقولوا نقام بسرقينه بس ويكرروا ربعض يكرروا ربعض الكلام لدرجة أني لما لو تاخدوا بالكم شاول الترسوسي شاول الترسوسي كان مشبع جدا بالفكرة دي هو واحد من اليهود يسوع الناصري وأتباعه دول كذبين يسوع الناصري ده مات وشبع موت واللي ماشيين ورادوا الضلين ويجب التخلص منهم وبدأوا باستفانوس ودخلوا على البقين بقى يقتلوا ويضطهدوا ويسجنوا وخلص على الفقرشاليم ورايح على الفدماشق ويسوع ده مات وشبع موت وتلاميذه بس اللي جمسة رقوه بالليل اتفاجئ بقى بحقيقة اتفاجئ اتفاجئ بالنور العظيم اللي عمعنيه وبيقولوا شاول شاول لماذا تضطهد من أنت يا سيد قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهد أنا يسوع طب أنا جيت نحيطك لا ما أنت بتضطهدهم دول حتة مني دول حتة مني دول متحدين بي وأنا بيهم أنا الرأس وهم أعضاء جسدي دول حتة مني اللي أنت بتأذيهم دول يعني أنت قمت من الأموات ده الفكرة اللي بدأت غيرت كيان شاول غيرت كيانه يسوع حي يبقى قام من الأموات بيكلمني ظهر لي عشان كده وهو بيحصر الظهورات اللي بعد القيامة فاكرين مين يقول لي إصحاح إيه بولس الرسول بيكلم على الظهورات اللي بعد القيامة بيعدهم إصحاح مهم خالص كله كلام عن القيامة طبعا بنقرأ منه في عيد القيامة في التنيس رسالة بولس الرسول إلى أهل كورينثوس الإصحاح خمستاشر أرجوكم ما تنسوهوش كورينثوس الأولى خمستاشر ده إصحاح القيامة بصوا لما تقرأ بيقول إيه بيقول من عدد ثلاثة فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطيانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب يعني تحقيقا لنبوات الأصفار المقدسة وأنه ظهر لصفا وثم للإثنى عشر وبعد تلك طبعا ما قالش كل حاجة طبعا ده ظهر لمريم المجدلية ومريم الأخرى وظهر لمريم للتلاميذ في العلية مرتين مرة معهمش تومة ومرة معهم تومة ومرة ظهر للتلميذة عام واس يعني وظهر في الجليل عدة مرات لكن يعني هنا زاكر بعض المواقف اللي ظهر فيها ثم ظهر لصفا اللي هو بوتروس ثم للإثنى عشر ظهر له مرتين وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ دي غالبا كانت في الجليل ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقين إلى الآن الحادثة دي بتاعت الظهور الخمسمائة أخ دي ما تذكرتش في الأربعة أناجيل بس يعني عشان برضو تبقوا فاهمين الرسالة دي تكتبت قبل الأناجيل ساد كرونسوس الأولى أكتوبة سنة ما بين خمسة وخمسين لسبعة وخمسين الأناجيل أول إنجيل مرأس تكتب وكتمل في سنة حوالي واحد وستين اتنين وستين بعد كده إنجيل مت حوالي تلاتة وستين اربعة وستين بعد كده إنجيل لقى خمسة وستين ستة وستين بعد كده إنجيل يوحنة بقى خمسة وتسعين ميلادي فهنا بيقول إيه بيقوله ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا يعني في ناس رقدت طبعا كلام ده فتع ليه 25 سنة بالراحة يعني وبعد ذلك ظهر ليعقوب برضو ديما تذكرتش بالتحديد في الإنجليز ظهر ليعقوب لوحده ثم للرسل أجمعين تاني وآخر الكل كأنه للسقط يعني حاجة كده غير مكتملة النمو وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلان لأن أدعى رسولا لأني طاته كنيسة الله لكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمة المعطالي لم تكن باطلة إلى آخر فحاطت نفسه من شهود القيامة وآخر الكل ظهر لي أنا فظهوره ظهور السيد المسيح للشاول على مشارف دمشق ده كان بالنسبة له ده رؤية مجد القيام بالنسبة لشاول ودي الشهادة بقى اللي فضل يشهد بها طول عمره يتكلم عن يسوع القائم من الموت درجة أنتو فاكرين لما كان بيتحاكم فستوس وأغرباس وفستوس مش فاهم إيه قصة يعني جاب اليهود سمع منهم وبقول السمع منهم وبع كده في أغرباس الملك جايله وضيف فبيقول أغرباس بيقوله هو يعني المسجون ده عجيب جدا عمره عمري ما شفت مسجون زيه المساجين دايما مجرمين يعني عليهم مشاكل لكن ده مشكلته من نوع عجيب جدا إيه ترى المشكلة المشكلة بخصوص واحد اسمه يسوع مات وبولس يقول أنه حي بس كده هي دي المشكلة وقادة الدنيين بتقول اليهود هيجين عليه علشان هو بيقول أنه هو حي قادة الدنيين دول عارفين كويس أنه هو حي وعارفين كويس أنه أهم من الأموات وداس الموت وغلب الموت عارفين كويس لكن للأسف المكابرة والتمادي في الظلم والتمادي في الغش تصميم على الماضي قدما وأي صوت يقول كلمة الحق لازم نسكته كانوا عايزين يقتله بولس فاكرين لما جم هاجه ضده وأنقذوا القائد الماء من إيديهم وقالوا هذا الرجل ما كان ينبغى أن يعيش يعني هو بيقول لهم إيه بيقول لهم كلمة الحق وبيقول لهم ظهار لي أنا اللي أنتو مخدوعين وبتقولوا زي ما الحراس قال لكم أنه هما جسدوا تسرق وإحنا نايمين لا دا ظهار لي أنا وحكى لهم بقى القصة حكى لهم القصة إزاي ظهر وسامع صوته وكلمه فالمشكلة كانت كلها إيه عن يسوع واحد اسمه دا تعبيرات فيستوس الوالي مايفهمش حاجة يعني غير لقط الكلمتين دول لا واحد اسمه يسوع مات وبولس يقول أنه إيه حي هي دي القصة بس فشع هذا القول حتى الآن تعالوا نكمل بسرعة لكم آية كده عشان وقتنا وأمل أحد عشر تلميزا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل أعرفش بقى دا أنه جبل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر أمين انطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع يعني واضح أنه فيه جبل معين قد يكون جبل التطويبات اللي هو يقال عنه جبل التطويبات حاليا اللي هو جبل اللي فيه الكلمة الموعزة وقد يكون جبل من جبل الجليل منطقة كلها جبل لكن يعني عايز يقول لهم تعالوا نرجع نراجع الوصايا علشان اللي أنا أوصيتكم به ده هتوصوا به ده المنهج بتاعي بتاعي ده القانون بتاع الملكوت منهج المحبة والتسامح منهج الطهارة منهج الشهادة للحق ده المنهج اللي احنا هنسلمه وانتو هتوصلوه للناس وسجدوا له بعضهم شكوا كلمة بعضهم شكوا دي ممكن تكون اشارة ضمنية للايه للشك بتاع تومة لان الكلام عمومي برضو القديس ماري مرقوس برضو في الانجيله برضو قال كلام عمومي كده قال ان في بعض شكوا والمسيح وبخ عدم ايمانه مرداش برضو يتكلم لكن اللي شرح القصة بالتفصيل هو القديس يحن بالموعيد حتى يقول لك في اول اسبوع حصل كده وفي الاسبوع التالي حصل كده برضو هم مجتمعين وكان معهم تومة القصص التفصيلية موجودة اكتر في انجيله او في انجيل يوحنى هنا الكلام عمومي اكتر هنا جامع او حاجات بعضهم شكوا يعني ممكن ممكن يكون لأ كلمة بعضهم شكوا ممكن يكون واحد واحد منهم يعني ما نعرفش لكن الكلام يمشي اكتر على على تومة بعد كده بيقول لهم بقى كلمتين مهمين جدا جدا لهم الايات تمنتاشر وتسعتاشر وعشرين قديس ماتا حب يختم الانجيل بتاعه ما جابش سيرة الصعود ما يعني لكن حب يختم بالثلاث ايات المهمين ده اول حاجة دفع عائلية كل سلطان في السماء وعلى الارض طب يا رب هو انت ما عندكش كان سلطان وبعدين دفع اليك لا هو باخدنا فيه وبياخد السلطان ده لينا لينا هو صاحب السلطان ها لكن كل من يؤمن به يعطيها السلطان قديس يحن قال كده حفظين احنا الكلام ده كل صام الى خصته جاء ها وخصته لم تقبلوا اما الذين قبلوه فاعطهم ايه السلطان ان يصيروا ابناء الله اي الذين يؤمنون باسمه ازاي الذين ولدوا في ميلاد جديد بقى ليس من دم ولا من مشيات جسد ولا من مشيات رجل بل من الله ولدوا نفس الكلام ده حنلاقيه دلوقتي اهو اعطيت دفي علي كل سلطان في السماء وعلى الارض يعني انا خدتلكوا سلطان عشان تاخدوا انتوا ليكم اكتسب لبشريتنا المتحدة به هذا السلطان فبقينا عندنا سلطان ابناء الله سلطان ابناء الله وبعدين اذهبوا وتلمزوا تبقوا شهود ليا تبقوا سفراء ليا تبقى وجهي تبقوا وجهي في هذا العالم تبقوا انتوا الوجهة بتاعتي في هذا العالم عطيتكوا سلطان تبقوا ابنائي وتبقوا وجهتي في هذا العالم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم اذهبوا دي نامرة واحد يعني مفيش قوقعة مفيش دايرة مقفولة انطلقوا اذهبوا نامرة اتنين تلمزوا تلمزها يعني تسليم 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 واحد لواحد بيشرب الحياة من اللي بيعلمه مش مجرد بياخد كلمتين ويمشي قديس بولوس الرسول في آية لطيفة قوي قوي بحبها في فيليبي 4 يقول ايه آية 9 يقول ما تعلمتمه وتسلمتمو وسمعتمو ورأيتموه فيه فهذا افعلوا أولا تاني ما تعلمتمو وتسلمتمو ورأيتمو وسمعتمو ورأيتمو فيه فهذا ايه افعلوا دا تلمزه أنا بتعلم شوف فلان ده منضبط ازاي شوف فلان ده محب ازاي شوف فلان ده متسامح ازاي شوف ده فلان عايش الوصية ازاي وأنا أشرب ما تعلمتموه يعني بولس كان بيعلم واتسلمتموه بيسلم سلوك وحياة وما رأيتموه وسمعتموه فيه اللي شفتوه فيه وسمعتوه مني هو ده تعمله ما هي دي التلمزة كنيسة قائمة على التلمزة من جيل إلى جيل زي الأباء والأمهات لما بيتلمزوا ولدهم والكنيسة بتلمز شعبها وبنتلمز الأولاد والشباب والأجيال الجديدة عشان يطلعوا خدام للمسيح ويحملوا حب المسيح ويحملوا معرفة المسيح ويحملوا روح المسيح علشان يعرفوا يشهدوا يعرفوا يشهدوا للمسيح في وسط جيل معوج وملتوي يضيقون بينهم كأنوار في العالم زي ما قالها برضو القديس بولوس رسول في نفس الرسالة في لبي نذهبوا وتلمزوا جميع الأمم؟ جميع الأمم فيش استثناءات فيش شعب أبيض وشعب يسود فيش واحد يهودي واحد سكيثي واحد أممي واحد كل العالم مدعو كل العالم ما عندناش أبدا فكرة أنتم خيروا أمة أخرجت للناس وأنتو ناس أعلى من البقين والبقين أقل لا 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 ما عندناش كلام ده احنا عندنا قلب حب مفتوح للكل فمنا مفتوح إليكم قلبنا متسع عايزين نضم العالم ده كله إلهنا يريد الجميع يخلصون هو إلى معرفة الحق يقبلون فإحنا وجهته في العالم مش نبقى إحنا وجهته قافلين على نفسنا كده مش شايفين نفسنا أحسن من غيرنا عملين ندين في الناس الأشرال الظالمين الزنات هنعمل زي الفريسي ولا إيه اللهم أشكرك لأنني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات لا 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 إحنا أولاد المسيح مش زي الفريسي إنا منحب الناس شغلتنا نخسر رجليهم شغلتنا نروح نساعدهم ونخسر رجليهم ولما نخسر رجليهم يدوقوا حب المسيح فيقبلوا لي ويسألونا عن سبب الرجاء اللذي فينا يسألونا عن سبب الفرح اللذي فينا وسبب الرجاء اللذي فينا نجاوبهم فروحوا تلمزوا تلمزوا جميع الأمم جميع الأمم طبعا إزاي يعني هما بيعرفوا كل اللغات ربنا يمدهم باللغات فعلا عطاهم وإحنا النهاردة بقى في كارزين بكل اللغات والكلمة الإلهية مترجمة لكل اللغات بس طبعا نحن تقوم بقى شجاعة شوية إن إحنا ننطلق ونروح ونخدم وندور على الناس اللي ضيعة هنا وهنا وهنا وطقتنا بدل ما نضيعها في المناكفة في بعض فينا دي مش على مزاجي وفينا ده مش على مزاجي لا نخدم ربنا ونقدم حب ونروح نخسل أقدام الناس وعمدوهم كلمة معمودية وأصلها اليوناني إحنا نعرفها المفروض مش كده سبغة أصبغوهم سبغة جديدة هياخدوا لون جديد حياة جديدة أصبغوهم أصبغوهم كان بيشرح التقس بتاع التطهير الأبرص في العهد الأديم تقس تطهير الأبرص بسيط يعني بنجيبه عصفورين ويتدبح واحد منهم ويتجمع حط الدم بتاعه وفي مية جارية كده وبعدين العصفور في واحد يتدبح وواحد تاني يتغمس بالدم بتاع اللي الدبح ويطلق وبعدين يتخذ من دم ده وترش على الأبرص فيتطهر خلاص فبيقول إيه بيقول للعصفورين دول بيشيروا لشخص واحد هو المسيح اللي مات وقام بس مش هينفع طائر واحد يمثل بأنه مات وقام فجايبين اتنين العصفورين واحد مات واحد قام لكن هو شخص واحد المسيح هو المات وقام وإحنا بنتطهر إزاي بنعتمد في دمه بنتصبغ فيه ودمه يطهرنا من كل خطيئ فالمعمودية دي فيها فاعلية دمه بنتحد معاه بشبه موته وقيامته بنموت معاه والأم معاه فيه إصحاح مشهور في رسالة روميا بيكلم عن المعمودية مين يقول لي إصحاح كام طيب خلينا نرجع الأول إصحاح القيامة كان كام كورنسوس الأولى خمستاشر مش هننساه طيب الإصحاح اللي بيتكلم عن المعمودية أنتوا شطار والحاجات دي قلناها قبل كده بس يعني دينا إيه التكرار يعلم الشطار روميا ستة روميا ستة شوفوا بيقول إيه في روميا ستة بيقول أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفلنا فدفلنا معه بالموت بالمعمودية للموت حتى أقيم حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة زي ما المسيح قام بقيامة مجيدة نسلك نحن أيضا معه في جدة حياة جديدة بعيدة عن الحاجات الوحش بالزبط يبقى نمشي معاه في جدة الحياة نقوم معه أيضا نسلك في حياة جديدة ننفعش نرجع للحاجات الأديمة والنجاسات والشرب والسلوكيات الوحشة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بإيه بقيامته إن كنا متحدين يبقى المعمودية بنتحد بالمسيح في شبه موته وإيه وقيامته يبقى سيد المسيح هنا بيقول وبعدين بقيت الكلام كله برضو عن المعمودية يبقى هنا السيد المسيح لما بيقول تلاميزه تروحوا وتعمدوهم باسم الآب والابن والروحة القدس يعني خليهم يتحدوا بي خليهم يتحدوا بي ياخدوا فاعلية موتي وقيامتي من غير ما يتغرسوا بي ويتحدوا بي مش هياخدوا فاعلية موتي وقيامتي فيصيروا متحدين معايا بالموت والقيامة من خلال المعمودية فيلا اصبغوهم بصبغة العهد الجديد صبغة العهد الجديد هذا هو العهد الجديد بدمي مش كده عطاهم الكاس وقال لهم كده هذا هو العهد الجديد بدمي دي صبغة العهد الجديد بنتصبغ بالمسيح بنموت ونقوم معاه دي الحياة الجديدة اللي احنا بناخدها في المعمودية عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم يبقى بعض المعمودية مش كفاية لانه ممكن الناس ترتد ترتد مش لازم يعني تنكر الايمان لكن تنكر الايمان بسلوكها عايشين بعيدة عن ربنا كلامهم زي كلام اهل العالم افرحهم زي افرح اهل العالم سلوكياتهم زي سلوكيات اهل العالم فيها الشر وفيها النجاس وفيها الكزم فيها الكراهية وفيها الاحقاد وفيها الغيرة ايه دا دون متعمدين ايه بس مش متعلمين كويس لازم نتعلم كمان عمدوهم وعلموهم جميع اوصيت ما اوصيتوكم به بيتعلمهم الانجيل ويمشوا حسب الانجيل لا دي اشارك فيها دي ما شاركش فيها دي اعملها دي ما اعملهاش لانها عكس الوصية دي تليق بولاد ربنا دي ما تليقش بولاد ربنا دي تبني دي ما تبنيش دي تعمل سلام كلمة دي دي ما تعملش سلام دي تنامي المحبة دي تخرب الجوة بتاع المحبة انا انامشي حسب الوصية يبقى اول حاجة اذهبوا يعني انطلقوا تلمزوا اعملوا تلاميذ اقيموا تلاميذ كل عشان كده حتى كل المسيحيين كانش لسه لقب مسيحيين يعني انتشر او تعرف كانوا يتسموا المؤمنين بالمسيح تلاميذ تلاميذ تلمزه بعد كده اصبغوهم بقى بالميلاد الجديد اصبغوهم بالمعمودية المقدسة بالعهد الجديد بالشركة مع الثالوث بقنا اعضاء في جسد المسيح ابناء للقاب بالتبني وهيكل للروح القدس شركة مع الثالوث عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وبعد كده علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به يعني غزوهم زي الطفل كده لما يتولد يبتدوا يغزوه باللبن غير الغاش كلمة الله اللبن العقلي غير الغاش غزوهم بوصايا العهد الجديد غزوهم بجميع ما اوصيتكم به غزوهم بكلمة الملكوت عشان تملأ قلبهم وتتزرع وتجيب ثمر حلم بعد كده اخر حاجة وعد جميل ها أنا معكم كل الايام الى انقضاء الدار شاسبكم حي معانا بروحه حي فينا وفي ذهننا وفي قلبنا وبيدينا جسده ودمه على المسبح قال ها أنا معكم كل الايام عهد ابدي انه يفضل معانا نتناوله نثبت فيه وهو فينا انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر يعني هبقى عامل فيكم وبيكم ومن خلال روح القدوس اللي انا سكنته فيكم هيفضل معكم وسأمكث في وسطكم الى الابد هي دي الكنيسة الله في وسطها فلن تتزعزع مش متكلة على اموال ولا على نفوز ولا على سلطان ولا على سلاح كنيسة متكلة عن المسيح والعمود الفقري فيها هو رأس الكنيسة هو سند الكنيسة هو المسيح الحي الصخرة اللي الكنيسة مبنية عليها فالكنيسة ما تتهزش الله في وسطها لن تتزعزع ولربنا كل مجد وكرامة الى الابد امين سكن حد عنده التعليق او سؤال طيب نحن نشكر ربنا نحن قدرنا خلص انجيل متى ان شاء الله المرة الجاي نبتدي في انجيل مهرقص بقى يبقى حاجة كده لطيفة و سهلة انجيل مهرقص انا جيل الجميل بسم الله ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين يا رب يسوع نشكرك كلامة كله حلو يا رب كلامة كله جميل نور و غزة لحياتنا نشكرك لان وعدك لنا يا رب صادق و امين انك معانا كل الايام و الى انقضاء الظهر انت يا رب مش هتسيب ابدا ولادك ولا تسيب كنستك مهما يبدو ان هي تتعرض لضيقات لكن انت يا رب حميها و انت في وسطها فلن تتزعزع انت يا ربي ملك الملوك و رب الارباب انت اللي فتحت لنا الطريق للاتحاد بالله مرة اخرى و يكون لنا نصيب في ملكوت السموات جعلتنا جعلتنا ملوكا و عطتنا يا ربي ميراث الملكوت ادينا دايما نثبت فيك ادينا دايما نثبت فيك من خلال ثبتنا في وصاياك ثبتنا في محبتك ثبتنا يا ربي في طريق النور والسلام احفظنا يا ربي من كل طرق الزلمة احفظنا يا ربي من كل طرق خداع عدو الخير ادينا دايما يا ربي قلب فهيم و مميز لأعمال عدو الخير اللي بيحاول يستدرجنا لها احفظنا يا ربي من شر وكمل لنا أيام غربتنا بسلام اذكر الكنيسة يا ربي و نموها و كرازتها اذكر يا ربي المحبة فوسط الكنيسة اذكر السلام يا ربي فوسط الكنيسة اذكر يا ربي نموه كل عضو يا ربي يتلمز ليك يا ربي و يبقى تلميز حقيقي ليك يا ربي و صاياك تبقى فوق رصنا يا ربي قدام عينينا باستمرار نسلك فيها باستمرار يا ربي اذكر كل من طلبوا ان نذكرهم امامك اذكر المرضى اذكر الحزانة اذكر الضلين ردهم السقطين تقمهم القيام تثبتهم وتنميهم نجل شفعات امنا الست العدل لبركة صلواتك روزنا ماري مرؤس كل ما صاف قديسيك استجدنا عندما نصلي بالشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض و زنا الذي للغد اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا دلمزنبين الينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح وقدس تكون معكم امدوا بسلام سلام الرب ويكون معكم